بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده يعتبر اعلان عن بداية المنصة بتاعة مصر محمد عبد المعبود اللي هيكون عليها المحاضرات بتاعة المصر وفي الفيديو ده يعني سريعا كده بس يعني هقول ازاي انك انت تتعامل مع المنصة طبعا هو اول حاجة اللينك بتاع المنصة عبدالمعبود.com هو يتكتب اصواتك في الشاشة دلوقتي اول ما تخش هيوديك لصفحة الدخول طبعا لو انت مسجل قبل كده هتدخل الميل والبصرد على طول يعني لو انت ما عندكش حساب ولسه هتعمل حساب فهتدوس انشاء حساب اللي هي دي او من فوق اليمين ممكن تدوس تسجيل تمام؟ هيطلب منك البيانات المعتادة يعني هتكتب الاسم الاول والاسم الاوسط والاسم الاخير والبريد الالكتروني و لو انت طالب في السنتر هتختار المحاضرة او هتختار السنتر اللي انت فيه لو انت طالب اونلاين هتختار اونلاين والمحافظة اللي انت فيها ورقم الهاتف ورقم الهاتف ورقم الهاتف وليه الامر ممكن من تسجيل وتأكيد من تسجيل تبعا اي احناك معطادة جدا مفهاش اي مشكلة هتملاها واتدوس انشاء حسابي بقى كده انت عملت حساب على المنصة انا عامل حساب قبل كده فهخش على حسابتها على طول فممكن من فوق كده ادوس الدخول عشان يديني الصفحة دي وادخل حسابتها او من الصفحة الروسية اللي انا مفتحتها اي اصلا هي ودينا على الصفحة دي فانا هتبقتي بدخل على الحساب بتاعي فتح لي المنصة هوا وفتح لي الحساب بتاعي طبعا انا هنا دي المحاضرات الموجودة لحد الوقتي يعني هو موجود لحد الوقتي لحد المحاضرة رقم تمانية نلاقي محاضرة واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية حسابا حسابتها هاً محاضرات التانية هتوجد مكتوب كود المحاضرة كذا كده hooked هذه محاضرات مش بنشرها اونلاين بيه بتبقى محاضرة كده خاصة بالطلاب الciplin تمام المحاضرات اليي هيا the online هى هيتبقى مكتوب محاضرة وبعضيها الرقم بتاعي ج predominant تحت اسم كل محاضرة مكتوب دي المحاضرة متى اي فاصل ومحاضرة المهارات التين ways الكلف لأول de yata mais محاضرة خمسة وهي الفاصل الاول محاضرة 5 محاضرة التمانية دي الفصل التاني المحاضرة الاولى. بعدها على طول هتنزل محاضرة التسعة التسعة هتبقى الفصل التاني المحاضرة التانية وهي كزا تمام? طيب اه في شوية تفاصيل كده مكتوبة تحت اسم المحاضرة يعني عدد اجزاء واحد وعشرين جزء واحد وعشرين جزء لها عشان انت يعني ما تخش على المحاضرة هتبقى متقسمة اجزاء وكل جزء آآ عليه امتحان يعني هي المحاضرة مش بتبقى فيديو واحد كده على بعض ولا بتبقى متقسمها مثلا فيديوهات صغيرة. كل فيديو مثلا ربع ساعة تلت ساعة. آآ وبعدي بيبقى عليه سؤال كده. بتحل السؤال ده بكده تخش على جزء اللي بعديه. وهكذا تمام. طيب فدي عدل اجزاء اللي في المحاضرة. آآ تاريخ النشو بعد كده 274 مدة دي يعني الوقت بالدقائية. وقت المحاضرة بالدقائية. تمام. طيب لو انا عايز اعرف ايه محتوى المحاضرة بالضبط. فهدوس يعني على اسم المحاضرة كده. هلاقي هنا ادي المحتوى. ده طبعا الوصف اللي قلنا عليه. و ادي المحتوى بتاع المحاضرة. الفيديو اللي الاولاني اسمه فرق الجهد بمترفار مصدى وكافة البطارية. بعد كده آآ ستة الاختبار الاول يعني المحاضرة الستة اول اختبار فيها. عشان احنا دلوقتي في المحاضرة رقم ستة. تمام? طيب بعد كده نروح عند فيديو اسم الجهد عند نقطة. وبعد كده الاختبار الاختبار اللي عليها. وكده في رسم بياني. متابعة رسم بياني. وهكذا كلوقت الميتر كلوقت الميتر. بعد كده الاختبار اللي هو السادس الاختبار في المحاضرة. وكده هيبقى فيه اختبار شامل على الشرح كله. تمام? كل الفيديوهات دي فيديوهات شرحة. بعد كده بنخش بقى على فيديوهات الواجب وتبقى بعضهم متقسمة. كذا جزء. وبالتالي احنا هنقدر نقول ان المحتوى المحاضرة بيبقى الشرح. وحل الواجب. تمام? وعشان كده بيبقى يعني مدت المحاضرة مثلا هنا مدت الزمنية اربع ساعات واربعة وتراتين ديئة. فبتبقى من مدتها ده بيبقى شرحة بحل الواجب يعني. تمام? ده بالنسبة للمحتوى بتاع المحاضرات. هنلاحظ برضو في صفحة المحاضرات ان في محاضرة مثلا مكتوب عليها السعر قصدها هو خمسين جنيه. محاضرة التانية مكتوب قصدها هشاهد الان عشان دي انا اشتريتها قبل كده. فهي طبعا مكتوب قصدها هشاهد الان انا اشتريتها قبل كده. وقدر خش عليها في اي وقت. يعني مثلا المحاضرة التانية دي انا اللي خلت عليها. هقدر ادوس شاهد الان هو ويبدأ يشغل المحاضرة. انا عشان ايه يعني كنت داخل قبل كده. طبعا يعني ليه كده? طيب خلينا نعمل اغادت المتحين. ايو. تمام? احنا عملنا ابقى في الانتحان ده. ايو كده نجحنا خلاص. تمام? هندوس التالي ونخش الانتحان اللي بعدها. ما معلني يعني الجزء ده يعني. طيب المربع ان انا يعني دخلنا على المحاضرة فهنقول المحاضرة من جوته اعمل ازاي? اهو بالزبط كده يعني ده ده مثلا فيديو المقدمة. بعد ما نخلص الفيديو بندوس التالي. فيودينا على الاختبار الاولي. الاختبار الاول بعدي. تمام? هدوس التالي تاني. هوديني للفيديو اللي بعديه. هتفرج عليه. بعد كده دوس التالي وهكذا. فهديني للاختبار اللي بعديه وهكذا. لحد مخلص الفيديوهات والاختبارات كلها. بعد كده هروح للاختبار الشامل. وبعد كده للواجب. تمام? طيب اهو انا طبعا لو روحت عندي يعني ايه? لو روحت في فيديو بقيت شوية اهو وديني عشان انا اصلا كنت ادخلتها بالكده وامتحنت الامتحانات دي. فهو يعني ايه وديني عليها على طول. لو انا لسه اول مرة اخش عليها فمش هينفع اروح الفيديو غير لم يعني اخلص الاختبار اللي قابليه. وهو الاختبار يعني اللي بعد كل الفيديو بيبقى اختبار مقاوم من سؤال واحد. بيبقى يعني يعني عشان بس ايه? تتابع مع المصطفى في المحاضرة انك انت مركز في الفيديوهات وكده وبيبقى ايه سؤال بسيط يعني متقدرش منه خالص. اه لحد بعد كده ما متروح للاختبار الشامل بيبقى على المحاضرة كلها. او متخلص اخطبار الشامل كده انت خلصت الشرح وحلت عليه. متى بده بقى تخش على حل فيديوهات حل الواجب. تمام? طيب خلينا اه نرجع تاني. زي ما قلنا احنا عندنا في اه هنا مسلا دي مكتوب عليها السير فانا عشان لسا مشترتهاش. دي هي عندي على الاختبار بالفعل شاهد الان. لو نزلت تحت شوية كده هنلاقي في محاضرة مكتوب قصادها منتهية دي يعني انا اشتريتها وفدت معي الموضة المحددة لحد ما الموضة دي خلصت فمش هقدر افتح المحاضرة دلوقتي يعني ان دلوقتي ان افتحتها المحاضرة مطلحة الصلاحية مش هقدر افتح الفيديوهات بتاعتها. والفيديوهات بتبقى متاحة اه 14 يوم من تاريخ الشرائي. اي انت بتشير المحاضرة بتفضل مفتوح معي الموضة 14 يوم. وكده بتتحول ان هي محاضرة مطلحة الصلاحية. تمام? بالنسبة بقى لطريقة الدفع لو فيه محاضرة معي انا عايزة اه اشتريها. ولتكن مسلا المحاضرة دي فهدخل عليها. ده المحتوى زي ما قلنا. اه دي الفصل اول المحاضرة التالتة فانا اه اما ادفع بكون اما ادفع بفوري. فطبعا في الغالب احنا هندفع بفوري فهدوس ادفع بفوري. على ايه جاب لي ارجاء الزهاب الى اقرب بكينة فوري ودفع الرقم المرجع على كود كزا. وصالح حتى تاريخ كزا. وهتجيل الرسالة على الموبايل. اه اس ام اس على الموبايل برضه بنفس الموضوع. فانا هاخد الكود ده. واروح بقى عند اي مكنة فوري وقال له ان انا عايز ادفع الكود ده يعني. تمام? اه طيب انا لو انا كنت عامل اكاونت عامل كده على المنصة وانا كنت خاطرت انهي رقم تليفون فمن خينة بتاعت حسابي. اخش على تفاصيل الحساب هيجيب لي رقم التليفون اللي انا اصلا مساجل به دلوقتي. المفروض ان انا لما ايجي ادوس على ادفع بفوري تتيجي الاس ام اس دي عليه. تمام? انا هحط برضو سكرين الاس ام اس اللي هي جات على الموبايل دلوقتي هاي. دلوقتي بعد اما دفعت الكود بتاع فوري خلاص الصفحة بتاعت المنصة بقيت بالشكل ده وبقى مكتوب عندي شاهد الان. زي المحاضرة اللي انا كنت بشتاعة من قبل كده. خلاص هادوس شاهد الان وابدأ بقى ايه? اشوف اه الفيديوهات بتاعت المحاضرة. طيب لو انا بقى عندي سؤال في اه محاضرة معينة. ففي الصفحة بتاعت المحاضرة لو نزلت تحت كده. هلاقي في خانهيل اضافة السؤال. فهضيف السؤال بتاعي اه هنا. ولو انا مسلا فيه سورة معينة بصورها او او سؤال موجود في سورة اساسا فهاخترها من هنا وهدوس سبميته وهكذا حد من المساعدين هيرد على السؤال بتاعي. تمام من حد كده? دي تعتبر كده يعني احنا مررنا على البقى على المنصة. طبعا فيه خانات المتحانات دي المتحانات اللي انا مسلا يعني دخلتها ده مثلا جيبت فيها تلاتة من تلاتة وote انا من غش� اشي الاجابات الصحيحة يعني لو انا عايز رجع للمتحانات اللي انا متحانتها وكده في فاملقينها فالقيتها واسئلة واضافة دي يكونوا الاسئلة التي الطلبة بتسألها والمساعدين بيرد عليهم بس كده احنا مرنا مرور سريع على المنصة. وبالنسبة للاستخدام الموبايل يعني بيبقى هو بالضبط نفس الاسلوب اللي انت هتستخدمه على الويب سايد زي مانا استخدمتها دلوقتي. نفس كل حاجة هتبقى على الموبايل عالي جدا. وهو بس يعني اهم حاجة ان محتويات المحاضرة في شرح وفي اختبارات وفي حل واجب في اسئلة تتسأل المساعدين. والدفع بفاول اللي هي مفهود اسهل لوسيلة الدفعة موجودة. وهس يعني شكرا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.